مملكة البحرين والثانية ضد الدول الثلاث بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية حول قرارات سيادية وإجراءات قانونية صحيحة اتخذت الدول الأربع في إطار مقاطعة قطر في يونيو من عام 2017 وقال سعادة السفير الشيخ فواز بن محمد إنه في الوقت الذي تعرب فيه مملكة البحرين عن الاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية ومبادئ القانون الدولي بالحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية الحركة الجوية فإنه وجب التنويه إلى أن الحكمين المشار إليهما يتعلقان بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو النظر في هاتين الشكوتين من عدمه وذلك وفقا لاتفاقية شيكاغو عام 1944 واتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية ومن ثم ليس للحكمين أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها وتسهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها ترجمة نانسي قنقر